اشتركوا في القناة وان شاء الله مقبولين ومأجورين بإذن الله ومغفورة ذنوبكم بإذن الله تعالى طبعا اليوم القمر موجود في منزلة الشولة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 14 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لمنزلة النعائم وهي للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية في زاوية وخلو مسار لازم نتكلم عنها لأنه هي بتصير في موعد بث الحلقة فلازم أنه إحنا نتحدث عنها نذكرها زي ما ذكرناها بالأمس نعيدها اليوم وبعدين باقي الزوايا وهي حركة انتقال القمر من برج العقرب لبرج القوس طبعا الزاوية اللي رح تتشكل هي القمر والشمس رح يشكله زاوية تثليث إيجابية الساعة 4.29 دقيقة بعد العصر أو عند المساء بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن منزيد ثلاث ساعات على هذا التوقيت يعني الساعة 5.6.7.5 هيك بتصير طيب هاي الزاوية منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة أو في أثناءها هي بتكون آخر الزاوية فبيبدأ خلو المسار خلو المسار هذا رح يستمر لغاية الساعة 9.7 دقائق بعدها ينتقل القمر لبرج القوس في فترة خلو المسار أو فترة خلو المسار هذه فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 9.7 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل لبرج القوس نشعر بالابتهاج وبنجد الناس أكثر مرحا وبننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض الماء ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي الماء وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ماء أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد طبعا الزاوية اللي رح تصير بعد انتهاء خلو المسار هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون الساعة 10.31 دقيقة مساء يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا في زاوية بطيئة رح تتشكل بعد هاي الزاوية هي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين أورانوس وهي رح تكون في تمام الساعة 39.37 دقيقة صباحا مننشط فمنباشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في ذات الوقت كما بتزيد قدرتنا العقلية فبيسهل علينا حل وفهم مسائل علمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجود لدينا طبعا الزاوية اللي رح تتشكل وهي الأخيرة هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون الساعة 3.30 دقيقة عصرا أو ما بعد العصر نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحز بالمسؤولية طبعا خلو المسار القادم رح يكون الانتقال القمر من القوس للجدي رح يكون يوم الأربعة يوم واحد وعشرين سبعة بيبدأ في تمام الساعة عشر وخمس وعشرين دقيقة مساء وبيستمر حتى تمام الساعة عشر وخمس وثلاثين دقيقة مساء لينتقل بعديها القمر لبرج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر القمر المحدد 11 يوم في تمام الساعة وحدة واربع عشر دقيقة ظهرا بيصبح اتنا عشر يوم نسبة الإضاءة ثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة سعيدة بنسبة خمس واربعين في المية القمر في العقرب وبعدين بده ينتقل للقوس ورح يستمر في القوس لغاية يوم واحد وعشرين سبعة سعيد الآن هو بنسبة عشر في المية ولكن من ساعات الصباح بيصير ثلاثين في المية لغاية المساء عطارد في السرطان حتى يوم ثمانين وعشرين سبعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الآن في ساعات الظهر بيصير ستين في المية الزهرة في الأسد حتى يوم اثنين وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمسين في المية المريخ في الأسد حتى يوم تسعة وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم ثمانين وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم احداش عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية اورانوس في الثورة حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشر في المية نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم واحد اثناش منتحس بنسبة خمستاش في المية أما بالنسبة لبلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم ست عشر منتحس بنسبة خمستاش في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن اليوم تذهب في رحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون اليوم في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية الأجواء إيجابية على مستوى الاتصالات والحوارات وحتى على مستوى أمور علاقة بالأوراق والمعاملات القانونية برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكوا تخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهدئة الأجواء لأنها فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليوني والتفكير الموضوعي الأجواء جيدة فحاول أنك أنت تستثمرها ممكن اليوم تطالب بأموال إلك أو ممكن أنك ترتب أمور مالية برج الجوزة يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة القمر مقابلكم تماما فبعطي إيجابية في هاي النقطة ولكن سلبيته أنه هاي الفترة بتكون فيها نوع من أنواع الضغط لأنه طاقتكم بتكون ضعيفة فعشان هيك ما بينفعكم سواء الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات أهم إشي أنك أنت تضبط عصابك ما في داعي للإنفعال والتوتر برج السرطان أنجزوا ما بغسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم بدك تكون منظم وحاول أنك تحسن إدارة عملك حاذر من الجدال مع المعاونين وحاول أنك ما تهمل صحتك لا تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية القمر موجود في البيت السادس لا إلك وهذا بضغط على العمل وعلى الصحة بشكل كبير برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم هذا يوم في مجموعة من الحضوض عالية فما بيتخلى الحظ عنكم لا ماليا ولا عاطفيا بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا هاي فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء حاول أنك تصحح الأخطاء برج العذرة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم شيء أنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء فيها نوع من أنواع العدائية وبكون فيها نوع من أنواع التوتر أهم شيء أنك تراعي وضعك الصحي بتنشطوا في أمور لها علاقة بالسفر والاتصالات والتنقلات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن تتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتدعمك الحظوظ وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن اليوم تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك برج العقرب ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك ولكن بدك تكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقشة لدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات هاي فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح معين برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم في نوع من أنواع الإنفراجات وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور اليوم بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم اليوم بتهدأ وطيرتك لحد الركود بسبب وجود القمر في بيت المتاعب فممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع في المعنويات أو في الوضع الصحي أهم مش إنك ما تحسم أمر فالفترة هاي سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع عندكم الآفاق وممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد بعض الأرباح اليوم في مجال إنك تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبك وبتخف عليك الضغوط وبيطمئن بالك برج الحوت يوم مناسب لللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وممكن اليوم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شي إنكوا تهدؤوا من روعكم وما تنفعلوا اتجنبوا مخالفة القوانين واحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة واحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء